الإبعاء الأولى في تونس ربونجور أمين مرحبا إياد مرحبا كل مستمعينا بش نحكيه على ساخكوزي رئيس الفرنسي اللي البارح تحكم عليه بثلاثة سنوات سجن منهم معه نافذ وكان هو الخبر العاجل في كل وسائل الأعلام الخبر العاجل الوكال الفرنسي الأنباء تتحدث بأن الحكم بالسجن على نيكولا ساركوزي رئيس الفرنسي السابق ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذ وذلك بتهم الفساد C'est une première dans l'histoire de la cinquième république Un ancien président condamné à de la prison ferme Un coup de tonnerre politique et judiciaire Nicolas Sarkozy est cop de trois ans de prison dont deux avec sursis dans l'affaire des écoutes هذه قضية تناصط اللي تحكم فيها البارح بتطبيعة ساخكوزي مش 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 ل الحبس على خاطر في فرنسا ما تدخل الحبس كان وقت اللي يبدأ الحكم أكثر من عامين سجن نافذة في أنه عام ما يدخلوش ل الحبس بمأنه العامين الأخرين سرسي نيكولاس ساكوزي في قضية التنصت هذه اللي ترجع لعام 2014 وقت اللي يلقاه اللي هو عنده هاتف سري باسم واحد من صحابه لقدم متاع دراسة ويقي مع محاميه مع قضي بشي مكنهم بوثائق تتعلق بقضية بيج ماليون متعلقة بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية العام 2012 واللي كان زادة فما حكيت أنه القذافي والليبيا مولوا الحملة الانتخابية لرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساكوزي هذي الكلام اللي مش أول مرة يخرج والقضية متاعه بشي تحكم فيها القضية الثاني نهار 17 مارس الجيري بش نرجعوا لي كبير مترجمي عنده عام وما زال يستنى في البقية عنده عام أكثر من عامين لازم بشي عامين ما يدخلش بهم الحبس عامين ونهار كبير مترجمي القذافي مفتاح الميسوري اللي كان خرج من عام 2006 وقال أنه هو كان مترجم بين القذافي وبين ساكوزي وكل الناس اللي يمشيوا معه القذافي فقال أنه فما فلوس عطتها ليبيا لتمويل الحملة الانتخابية لساكوزي فقال الرئيس الوزير ساكوزي أنه ينوي ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة أي 2007 فقال له هو الزعيم الليبي الراحل هذا شيء مثل للصدر أن يكون صديق لليبيا وصديق أن يصل إلى سدة الحكم في الجمهورية الفرنسية ونحن نشجعك على ذلك نشجعك كثيرا وندعمك مبعوثين من حملة الرئيس التقوا بمسؤولين ليبيين آنذاك وتم الاجتماع بين الطرفين وهذا الاجتماع أدى إلى صياغة وثيقة هذه الوثيقة تقرر أو تطلب من الرئاسة دفع مبلغ خمسين مليون يورو كمساهمة ليبيا في حملة المرشح للرئاسة السيد ساركوزي وقتها خمسين مليار ذي من الفلوس اللي يحكي عليها مترجم القذافي كيف كيف سيف الدين القذافي ولد معامر القذافي كان أحكي من بعد وقت لي يخرج على فلوس أعطاها أبوه لساركوزي ساركوزي هذا واحد أول حاجة اللي يجب أن يرجع الفلوس اللي يخذها من ليبيا في الحملة الانتخابية بتاعها هذا واحد وعندنا لكل التفاصيل ومساعدين نفضحها فأول شيء مطلوب من أن هذا المهرج ساركوزي يرجع الفلوس للشعب الليبي لأننا أعطيناك مساعدة أنه كنت تكون رئيس من أجل تخدم الشعب الليبي أنت خذرتنا فالآن رجع فلوسنا هنطلع كل التفاصيل إن شاء الله قريبا جدا عندنا كل الوثائق والحسابات البنكية والتحويلات وكل شيء بالتفاصيل مملة إن شاء الله برشا دلائل على أن الجذافي وليبيا كانت مولة الحملة الانتخابية لساركوزي 2007 منها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقييدين اللي أكد مرة في تصريح عام 2016 الميديا باخت قال أنا اللي كنت هزيت الفلوس في ثلاثة مرات في حقائب هزيتهم معناها كاش من ليبيا حتى لكلود جيون اللي كان وقته هو زير داخلية قبل انتخابات 2007 واتحكم بعد بطاهم التشهير زياد تقييدين نسمعون التصريح متzenia ایکتーん إسمعن كانت الكثير من هذه الأحيان المتعلقة. لدينا أتبع ايضا يتحدث. يجب أن يتحدثنيها سيئة سيئة قادرة من هذه المهنة في قاود غيان في الاخير. على ما هي السببات؟ لا يوجد أيضاً أليس أسألة في يوم الأولى أبعلاً أحل إلى 1,5 مليون سيكون لديه سببات؟ هو بلبيئ بلبيئ وعنده بلبيئ بلبيئ يجب أن ياخذين ونعمل وكما يجب أن تفعل في مهلاً وميديا فاخت كانت خرجت الحوار هذية ولكن في عام 2020 نوفمبر 2020 زيادة تقيدين يتراجع على تصريحاته وهذه الكل يقول سلمت الفلوس القيان ومعنداش علاقة بتمويل الليبي للحملة ولكن بفورماسيون بتاع ناس ليبيين بيش يقوموا بيهم في فرنسا كان قلب بالكلام تعوفة هو تحكم عليها زيادة تقيدين بتهمة التشهير في الملف الليبي اللي كان كلود جيان ورفع عليه قضية والساكوزي من جهة أخرى كما قلنا تهمة التشهير وتراجع على رواية متاعه ولكن موقع ميديا فاخت مرة أخرى يقول تغيير تقيدين لريويته لن يمحو الأدلة ضد ساكوزي بشأن التمويل الليبي لحملته على خط ساكوزي خرج وقته وقال الحمد لله ظهرت الحقيقة ولكن هي ما هيش حقيقة بالكل كما تعرفوا وقت اللي سقطت نظام الجذافي كان ساكوزي في الحكم وقته وما قفش بالكل مع الجذافي اللي كان صديقه وكان رأس حربة في حرب وقتها وسقوط نظام الجذافي وكان وقتها خرجت واحدة من الدكلاغاسيون اللي عملتها مرأة ليبيا تحاول بشتكلم الحكومة الفرنسوية وقتها بالفرنسي متاعها المكسر وقتها كانت تتفكرها هي كانت تتحاول بشتقولهم ابعدوا علينا وعلى ليبيا ضحكوا ناس ولكن في وسط كلامها اليوم كي نرجعوا فما برشا دلائل نسمعه هنا ما هي نابيون كلمين لفرنسي لربية قلتي. المترجم للقناة قبل زادة 3 أول مينيستر كونداني كما فرانسوا في يون ألان جوبي وأديت كريسون عام 1991 دونك هذو ما قضايا فساد لناس مسؤولين كبار في الدولة في الجمهورية الخامسة الفرنسية إياد البعض ربط مقتل والاغتيال القذافي بأياد قد تكون فرنسية وبإعاز فرنسي لعدم كشف هذه الحقاق وقت ساركوزي هو رئيس هو رئيس ما تقول أنه بتعليمات قد تكون معتها من ساركوزي مباشرة أنه ما يزموش يوصل حي خطر كان يوصل حي ينجم يحكي الكلام هذا ويورط أكثر نظام الفرنسي شوف حاجات من نوع هذين من الصعب إثباتها مستحيل إثباتها معتها من الحاجات اللي بيش تقعد روايات اللي الناس تتنقل فيها الأكيد أنه مثلا ولات فيها معتها حرب كسر عظام داخل حتى اليمين الفرنسي يشوف زياد تقي الدين كيف يتهمهم بعد يتراجع وتتغير روايات ولكن معانتها اليوم مع تقدم الملف القضائي بتاع التمويل على خطر القضية اللي تحكم فيها البارح الساركوزي ما عندهاش علاقة مباشرة بتمويل الحملة ليبيا مازال هذه تعتنصت هذه شنية عملية تنصت خلينا نقول بسرعة هو أنه تحل موضوع تمويل الحملة متاعه 2012 مش 2007 تمويل الليبي كان في حملة 2007 في حملة 2012 تحل الملف بيصور يبدأوا يبحثوا في الملف القاوا أنه ساركوزي ما يحكيش هو المحامي متاعه يلقاوا حكاية مايش معقولة يلقاوا يحكي معاه بنومر وتليفون آخر باسم شخص آخر وحطوها على التنصت ساركوزي والمحامي متاعه واكتشفوا أنه أترفي المحامي متاعه وعد قاضي قالوا كان تعطيني معطيات على الملف متاع تمويل الحملة متاعي أنا في المقابل ندخل لك باش تتعين قاضي في موناكو اللي هي بلاسة محترمة وهذاك عليش خل في تونس لك هذك عليش تعدى الملف نرجع تولي الموضوع الليبي معتها الشبهات متاع أنه التدخل الليبي بالحجم هذك اللي صار وبالعنف هذك ما تنجم تتأكد إلا كفي بط القضاء الفرنسي كان مثلا في مارس يقول القضاء الفرنسي رأوا ثبت تمويل القذافي لحملة ساركوزي فإنه هذي بشي قوي الشبهات في أنه التدخل فرنسا لإسقاط القذافي كان في جزء منه تنجمش ناحي لانطباع عند الناس لإخفاء وطمص معالم تمويل القذافي لحملة ساركوزي في 2007 بلا دونك هذي القضية منتع نهار سبعتاش مارس هي متعلقة بتمويلات 2007 في القضية هذي متع التنسط قضية 2012 اللي فات فيها السقف القانوني متع التمويل المتاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر